موسيقى أحييكم ترك الكنعانيون بصمتهم وإرثهم وشعرهم وشذرات من ديانتهم وبقايا لهجتهم في هذه المنطقة من العالم والإضاءة على جوانب من الإرث الكنعاني تمنح المهتم بعدا ثالثا في اكتناه تواصل الحضارات والتراث واستمراريتهما الدين والفن في كنعان وعلاقتهما والصراع بينهما وتأثير الكنعانية في اليهودية والمسيحية إيل وبعل وعشتار رمزية الماء رمزية المطر والماء والورد في كنعان والدين والأدب في هذه الحضارة في هذا الإرث المديد والبهي سنبحث مع الدكتور جوزيف لبوس الأستاذ في الجامعة اللبنانية والمحاضر سابقا في معهد الأداب الشرقية في جامعة القديس يوسف وصاحب العديد من المؤلفات والدراسات والأبحاث والمقالات في مواضيع شتى واهتمام خاص بالإرث الكنعاني سنحاوره بعد تقرير عن الديانة الكنعانية الديانة الكنعانية قدست الديانة الكنعانية مظاهر الطبيعة والكون كباقي الديانات القديمة وتنوعت مثلها فالإله إيل الأب كان يعرف بعدة أسماء وصفات ما يدل على التبجيل وعرف ببعل لبنان وشميم أي سيد السماوات وبعل حمون وبعل صافون لأن البعل أصبح صاحب العرش وله أبناء آلهة من ذكور وإناث اعتقد الكنعانيون أن الإلهة يم هي الإلهة الأم لأن الماء هو الأم الأولى التي خلقت الكون بينما عشتار أو عشتار وود فهي إلهة الحب والإخصاب والربيع ومن الآلهة الأخرى أشمون وهو إله الشفاء والإله رشف إله الحرب وسيد الصواعق وشميم إله السماء الأول وأديم إلهة الأرض صحيح أننا لا نعرف تسلسلا دقيقا لمراحل الخلق والتكوين الكنعانية من جراء تلف بعض الألواح الفخارية لكن ما عثر عليه ينبئنا أن الحياة وعناصرها الأربعة كانت محور عقيدتهم وهناك آلهة لعناصر النار والتراب والهواء والماء وقد نقل الإغريق عنهم معتقداتهم في نظرية الخلق الكنعانية نجد أساطير البعل وعلاقته مع بقية مجمع الآلهة وضمنها أسطورة التكوين ونجد ملحمة كارت وملحمة أقهاط واعتقدوا أنه قبل بداية الكون كانت حالة العماء تمثلها يم نشأ منها بعد صراع بعل إله الخصب الذي بدأ بتنظيم الكون ووضع الأسس الحضارة وطلب مساعدة حبيبته عناه واعتقدوا بوجود حياة بعد الموت وكانوا يقيمون تقوصاً جنائزية خاصة لحماية الميت من قبل الآلهة عند انتقاله إلى العالم الآخر تحية لكم من أجراص المشرق أهلا بك دكتور البوث ضيفاً عزيزاً سيدي شكراً أهلا بكم دي نأخذ وقتنا معك ونقتنصه في هذا الموضوع الذي لا يقاربه قليلون هو الموضوع الكنعاني حقيقة ما هي علاقة الفن الكنعاني بالديانة الكنعانية؟ بالفعل الكنعانية قل ما حظيت باهتمام نعرف أنها واسطة العقد هي بين بلاد ما بين النهرين وواد النيل الحضارتان الأوليان بلاد ما بين النهرين صومر وأكاد وأشور وبابل حظيت باهتمام وكذلك الفرعونية مع الفرعونيات وخصوصاً في فرنسا نعم ولكن بلاد كنعان لم تحظى بالاهتمام وأنا أتيت إلى هذا المجال من باب الفضول ومن باب الشوق لمعرفة بعض التفاصيل نعم بداية أحب أن أميز بين كلمتين الفن والدين والديانة الدين غير الديانة نعم الدين في نظري هو الاعتقاد بإله واحد في حين أن الديانة الاعتقاد بتعددية في لسان العرب نؤمن بكذا ديانة والدين الإسلام وكذلك في القرآن الكريم ما الدينة عند الله الإسلام نعم ما العلاقة بين الديانة الكنعانية وال فن الكنعاني في الحقيقة هناك علاقة مزدوجة أولا هي علاقة تجل وتانيا هي علاقة تلازم أعني بعلاقة التجل أن الديانة الكنعانية لم تكن لتظهر لم تكن لتصل إلينا من دون الفن وهنا يمكن الحديث عن فنين أساسين هما الأدب والنحت وصلنا شيء من الديانة الكنعانية عقائد وشعائر وتقوصا من خلال الأساطير والملاحم وهما جسر من الأدب الكنعاني وهما المعبران عن حيوية المجتمع أيضا تماما يعني ملحمة البعل وعنات وأسطورة أدونيس وعشتروت من ناحية أما النحت فبالفعل ربما فن العمارة انقرض العمارة الكنعانية ولكن موجود في أجريت في رأس شمرة يعني المدينة توضح لنا كيف كانت البيوت نعم ولكن المتاحف المنتشرة في العالم حفظت لنا إرثا إرثا إلهيا كنعانيا فمثلا على سبيل المثال في المتحف اليهودي بنيويورك سنجد تمثال عشتروت في اللوفر سنجد تمثال البعل يكافح الجفاف في تمثال البروك بروما سنجد تمثال ملقارت إله صور في إله صور وإله النار في المتحف الوطني ببيروت سنجد جزءا من معبد إشمون إله صيدة والشفاء ويتجل في هذا هذه البقية الباقية من المعبد يتجل فناء الرقص والموسيقى نعم نعم كيف أنت مررت على البعل وعنات كيف تحضر الآلهة الكنعانية في الفن بمعنى ما كيف تقرأ سمات هذه الآلهة في الفن الكنعاني قبل أن أجيب عن هذا السؤال ذكرت أن ثمت علاقة مزدوجة العلاقة الأولى هي علاقة تجل وعلاقة استدلال يعني أستطيع أن أستدل على الديانة الكنعانية من خلال فنها أدبا ونحتا لكن العلاقة الثانية شديدة الأهمية هي علاقة يمكن أن نطلق عليها اسم علاقة التلازم أو العلاقة الجدلية يعني هيكل يتحدث عن مرحلة في عقل التطور الشعوب والأمم تطغى الديانة على الحضارة تصبح الديانة هي الحضارة وبالتالي تتجل الديانة في جميع الميادين ومن بينها الفنون نعم إذا إذا أخذنا ثلاث نمازج يعني عطفا على ما سألتك تبديات الآلهة الكنعانية أو السيماتة إذا بدأنا بتبديات إيل نعم فنيا جدليا أدبيا في في الديانة أو في المجتمع الكنعاني نعم إيل هو معناه الإله الأول والإله الأول هنا له رمزيته فإيل في المعتقد الكنعاني هو الناموس الكوني هو الناموس الكوني الذي يضبط إيقاع الوجود وإيقاع الطبيعة وإيل هنا يعني القوى الطبيعية القوى الطبيعية هي أبناؤه البعل مثلا عنات عشتروت عشيرة وهلما جرا تجسد تجسد قوى الطبيعة لكن أهمية إيل أنه الإله العالمي الإله الرحيم وإذا شئنا يمكن أن نقارن بين إيل الإله الكنعاني ويهوى الإله اليهودي نلاحظ أن يهوى إله قوم أو إله عنصر في حين أن إيل إله عالمي مسكوني مسكوني وامتدت جذور إيل إلى خارج كنعان نعم يعني بمعنى أو بآخر أن أسماء قرى الآن تتبع لإيل هو رئيس المجمع الآلهة الكنعانية يعني في لبنان أسماء قرى كثيرة تنتهي بإيل برآيل تعنايل جبرايل هل 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 هو بمعنى أو بآخر نواة التوحيد الديني في هذه المنطقة من العالم بدون شك إيل يحتل رأس شجرة الآلهة أو قلب شجرة الآلهة وحتى أسماء العلم الموجودة في الكتاب المقدس العبري اليهودي هي بالعشرات تنتهي بلاحقة إيل سوفيكس إيل جبرايل عمانو إيل إسرائيل وحتى العربية إسماعيل نعم فإذا نلاحظ أنه بالفعل إيل هو نواة التوحيد علما أن التعددية عاشت مع التوحيدية جنبا إلى جنب يعني لا يمكن أن نقول التعددية كانت كانت التعددية تبحث عن وحدانية معينة هذه الوحدانية تجسدت بإيل علما أنه في الديانة الكنعانية هناك أيضا صلاة وصل ما بين التعددية والوحدانية هي التفليف ويمكن أن نتحدث كفيرا نعم نعم تفضل المرهام جدا من قلب هذا التثليث لدينا البعل نعم نعم يعني الذي هو بمسابة الابن تماما البعل معناه الزوج نعم أو السيد والبعل هنا استطاع أن يحتل محل أبيه وفي نظرية فرايد النفسية يعني الابن يرث أباه ويجب أن يقتله معنويا كي يستطيع أن يستمر بمعنى التجاوز وأن يتجاوزه نعم صحيح فإذا بعل يمكن القول هو أخذ مكان والده وانتشرت عبادته في كل أنحاء كنعان يعني حتى أدونيس يطلق عليه البعل حتى الأرض لأنه من هو البعل بعل هو صحيح هو ابن إيل ولكنه ولكنه أيضا هو سيد الأرض والسماء وهو سيد المطر هو إله المطر والعاصفة والريح يعني سنأتي لأنه في إلك مبحث هام كتير بهذا الموضوع صفات البعل دكتور لبوس نعم قبل أن أتحدث عن صفات البعل أو ربما في أثناء حديثنا عن صفات البعل يمكن القول البعل هو تجسيد لأحلام الإنسان الكنعاني أحلام الإنسان الكنعاني يعني من هو الإنسان الكنعاني هو الذي يشق الوعر كي يبني حدائق وجنائن هو الذي يمخر عباب اليم كي يتاجر واليم كلمة كانعانية تعني في الوقت عينه البحر والنهر وبعل كان يناضل ضد النهر وضد البحر كي يطوعهما لإرادته كما الكنعاني نعم وحتى اليوم ما زلنا نقول أرض بعل يعني لا يزال البعل موجودا بين ظهرانينا يعيشوا هذا بعله نعم بمعنى الزوج زوج والأرض البعل بمعنى التي لا تعيش على على مياه نعم على مياه الأمطار على مياه الأمطار لا تعيش بالري بالمياه الجارية من خلال النهر لأنه الكنعانيون لم يعرفوا الأنهر العملاقة كما عرفها بلاد ما بين النهرين دجلة والفراط والنيل عاشت أرض كنعان على الأمطار الموسمية نعم والأنهر الصغيرة نعم بعشتار هل نحن أو عشيرة أو عشتاروت يعني أسماء مختلفة ل ل جسد واحد بطريقة أو بأخرى هل نحن أمام وراثة للألوها المؤنثة للأمومية للعصر الأمومي نعم دكتور لبوس عشتار معناها الأم وتتخذ أسماء مختلفة كما ذكرتم أهمية عشتار الوجود الأنثوي في شجرة الآلهة الكنعانية نعم يعني لا يمكن أن تذكر إيل من دون ذكر عشيرة لا يمكن أن تذكر البعل من دون أن تذكر عنات لا يمكن أن تذكر أدونيس من دون أن تذكر عشتاروت فإذا هذه الديانة ثنائية ثنائية بهذا المعنى وليست ثلاثية لا الزلاسية أمر مختلف نعم لكن هنا نعني بالثنائية أنها أعطت المرأة وجودها وحقها وساوتها بالرجل فهناك إله وهناك إلهة ومعروف أن عشيرة هي أم سبعين إلها وإلهة وهنا يمكن الحديث عن خادمات المعبد يعني ليست فقط كاهنات 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 أو كان يطلق عليهن خادمات المعبد وهنا يمكن الحديث عما يسمى بالبغاء المقدس البغاء المقدس والمؤرخون يعتبرون البغاء المقدس خطوة متقدمة إذ في اعتقادهم أن المرأة أو الفتاة التي تبذل طهارتها في سبيل الإله إنما تشارك البعلى إنما تشارك البعلى في الأنوث الكونية في الخصب الكوني نعم هنا أريد أن أسألك لأعود إلى البعل ما هي رمزية المطر في الديانة الكنعانية الماء وإلى أين ينتمي نعم المطر هو ماء السماء أو الماء المقطر الذي لم يتلوث بغبار الأرض أو بتين الأرض وبالتالي هذا الماء الذي ينتمي إلى السماء إنما ينتمي إلى الإله إيل وبعل يعني إذا كانت اليهودية ترى الأرض هي ملك يهوى فإن الكنعانية تنظر إلى الماء على أنه ملك إيل أو ملك البعل نعم نعم كل الديانات والأديان عرفت الماء فمثلا في سفر التكوين يبدأ في البدء كان روح الله يرفرف على المياه وفي القرآن الكريم في سفر الأنبياء في سورة الأنبياء وجعلنا من الماء كل شيء حي ولكن في الديانة الكنعانية رمزية الماء تكثفت تكثفت فالماء البحث عن الماء هو الذي دفع الكنعانيين بالهجرة من الجزيرة العربية نحو أرض المعاد أو أرض كنعان هل هذا مثبت لأن هناك نظريات جديدة بتقول أنه أني كانوا هون مأجوا من الجزيرة العربية هناك نظريات متعددة لكن النظرية التقليدية النظرية الشائعة التي يعتمدها المؤرخون تقول الكنعانيون ساميون أتوا إلى هذه البلاد بهجرات موسمية سعيا وراء المطر والمطر كما نعلم هو الذي أنبت شجرة الآلهة الكنعانية وبالتالي هو الذي نسج أساطيرهم وحاك ملاحمهم وفي ظمني وهذا رأي شخصي أنه لولا المطر ولولا إحاطة بلاد كنعان بالأمهار والبحار والأمطار لما ابتدعوا الأبجدية لأن المطر يعلم الإنسان الكلام يعلم الإنسان الإصغاء يعلم الإنسان التكرار نعم سنضع إشارة خطين تحت لحتى نتابع البحث فيها سيدي ورموزية الورد في الكنعانية الورد يمكن أن نتحدث عن رمزيتين رمزية دينية ورمزية دنيوية الرمزية الدينية ليست فقط يعني حكرا على الكنعانية مثلا بوذا بوذا يقال عندما لفظ أنفاسه انهمرت السماء وردا القديسة تيريزيا الطفل يسوع عندما يعني لفظت أنفاسها وعدت المؤمنين بأنها ستمطر عليهم مطرا من ورد حتى مريم العذراء يصلون يصل المؤمنون لها ما يسمى بصلاة الوردية ويغتسلون بالورد في خميس للورود نعم ف هل هو خميس عشتاري بالأصل قد يكون ذلك لأنه بين الكنعانية والمسيحية وشائج يعني أكثر مما نتفاور سنأتي إليها أين فإذا الورد رمزية الورد في الدين ترمز إلى النعم والفضائل أما في الديانة الكنعانية فنحن نعلم في أسطورة أدونيس وعشتاروت أن الخنزير البري عندما انقض على أدونيس وأرداه قطيلا هرعت عشتاروت لكي تنقضه من الموت فداست على الأشواك وعلى الورد الأبيض الذي تلون بدماء عشتاروت فغضى أحمر فإذا للورد رمزيته دنيويا الورد هو رمز المرأة رمز الحب الجسدي والروحي رمز الجمال والأناقة لأن الوردة باستدارتها بلونها بعطرها توحي بالكمال هل هناك وبقليل من الوقت رمزية للأرجوان في الديانة الكنعانية طبعا الأرجوان هو لون الملوك ولون الآلهة هل هم اخترعوا أم أن ومن ثم أصبح عادة لدى الملوك أم أنهم ورثوه لا ينسب الأرجوان هو من صدفة المريكس وتصمب العربية المريق وتنسب إلى ملقارت إله صور اكتشف هذا هذه الصدفة في على شاطئ صور وفي الحقيقة الكنعاني الفينيقيون اليونان اليونان أطلقوا على الكنعانيين اسم الفينيقيين نسبة إلى الأرجوان لأنه كلمة فينيقية تعني البلاد الحمراء أو الرجال الحمر نسبة إلى الأرجوان الذي كان الفينيقيون يتاجرون به نعم اسمح لي أن نذهب إلى فاصل أعزائي فاصل ثم نعود إلى هذا الحوار عن كنعان انتظرونا مع الدكتور جوزيف لبوس تحية لكم مجددا من أجراص المشرق دكتور جوزيف لبوس أين يلتقي الفن والأدب الكنعاني وأين يختلفان يلتقيان في الأدب الديني عدنا إلى الدين تماما عندما تمزج الدين والأدب ينبثق الأدب الديني وطبعا أهم مصدرين من مصادر الأدب الديني الكنعاني هما ملحمة البعل وعنات وأسطورة أدونيس وعشتاروت التي أتتنا مرتدية حلة يونانية هلا لماذا نركز على هذين المصدرين لأن مصادر الأدب الكنعاني لم تصلنا لم تصلنا كاملة ابتداء من العام 1929 بدأت حفريات أوغاريت وصلنا شيء قليل من هذه الملاحم والأساطير نسبة إلى ما وصل إلينا من بلاد صومر وبلاد النيل نعم كيف يتبدى الصراع لأنه في داخل العلاءة بين الفن والأدب يظهر تظهر نذر الصراع بين الفن والدين كنعانيا إجمالا كل الفنون القديمة والأداب القديمة هي خاضعة وخادمة للسلطة الدينية والسلطة السياسية وبالتالي معظم الفنون ومعظم الأداب ليس فقط في الحضارة الكنعانية معظم الأداب والفنون القديمة ولدت في حضن المعبد ولكن لنأخذها الآن فيه كنعان كيف كيف شفت بكنعان هذا الصراع الصراع ما بين يعني فينا نشوف بعدين بحرب الإيقونات في المسيحية أو بغيرها ولكن فيه كنعان كيف تبدى هذا الصراع برأيك لم يتبدى هذا الصراع كما يجب لأن النحت والأدب صخيرا في خدمة الدين في سبيل الدين ولكن ربما ربما يمكن أن نستشعر أن الفنان لأن كيف يسيطر الدين على الأدب وعلى الفن يطوع يطوع الفنانين يجعلهم يجعلهم في خدمته يرسم لهم أطرا لا يحيدون عنها كيف يستطيع الفنان أن يتفلت يحاول أن يتفرد بفنه يحاول أن يتجاوز المفروض عليه ربما حاول الفنان الكنعاني من خلال فنه أن يثبت نفسه أن يتحرر من القيود المفروضة عليه وهنا أتذكر أتذكر عبارة لشار القرم شار القرم في كتابه الفن الفينيقي يقول عندما ترى تمثالا فينيقيا تلمح فيه إيمانا بالله واحتراما لذاته وتشعر بأنه يتجاوز الأفق الإنساني ربما هنا يمكن أن نقول حاول الفنان الكنعاني أن يفرض نفسه من خلال التنوع والاستقلالية وفي الشعر دكتور لبوس يعني أنت تعلم أن الشعر هو في بلادنا يبدو أنه منذ الأزل هذه العلاقة مع الميتولوجيا وعلاقة فيها وشائج ولكن بهذا الشعر أغراض الشعر الكنعاني لم تقتصر إلا على المفهوم الديني نعم أفهم بمصطلح الأغراض الأجناس الأدبية الأنواع الأدبية نعم أغراض الهجاء بأغراض الشعر الهجاء المديح نعم أكرر أن ما وصلنا من الأدب الكنعاني أدب قليل لأن وهنا أيضا لسخرية القدر أن الكنعانيين وهم الذين ابتكروا الأبجدية الكنعانيون الفينقيون ابتكروا الأبجدية إلا أنهم ما كتبوا ما دونوه كان على ورق البرذي وقد أتلفته المياه وأتلفته الرطوبة وبالتالي لم يصلنا يعني غير ما كتب في بلاد الرافدين أو في مصر يعني على الأحجار أو على الرقيمات الطينية صح يعني صمد ورق البرد المصري يعني كانوا يستوردوه من مصر ولا كان هون لا لأن التجارة التجارة كانت جيدة ما بين وادي النيل وأرض كنعان فإذا لم يصلنا إلا شيء قليل من الأدب بسبب تلف الماء لهذا الأدب هلأ إذا سألنا ما هو ما هي الأنواع الأدبية يمكن أن نذكر نوعين أدبيين الملحمة والملحمة هي تجسيد لطفولة الشعوب كل الشعوب القديمة عرفت الملحمة لأن الملحمة تجسد طفولة الشعوب ونوع آخر أو غرض آخر هو الأسطورة والأسطورة هي جدة الأديان كل الأساطير القديمة هي جدة الأديان بمعنى يفيء إليها الإنسان ليشعر بالطمأنينة لأنها حاجة وجودية عميقة جدا في النفس البشرية نعم الصراع بين الفن والدين تاريخيا كيف يمكن أن تصفه هو من ناحية من ناحية السلطة الدينية والدنيوية تستخدم الفن في سبيل خدمتها يعني مثل ما يقول المفكر الفرنسي باسكال كينيار باسكال كينيار يقول الفن سلطة السلطة الفن سلطة السلطة يعني هو تابع للسلطتين الدينية والدنيوية وفي خدمتها تحاول أن ترود الفنان تحاول أن ترسم له إطارا معينا ولكن الفنان يحاول أن يتفلت يحاول أن يتحرر أحيانا إذا كان الفنان عنيدا ربما يطرد ربما ينفى ولكن على سبيل المثال يمكن أن نذكر ميكلانجيلو أو دانتي يعني دانتي زج ثلاثة بابوات في الجحيم ميكلانجيلو وضع يعني رمى بأحد الكرادلة في الجحيم فإذن يستطيع الفنان أن يقاوم يستطيع الفنان أن يقاوم الدين أو رجال الدين فلنقول يستطيع الفنان أن يقاوم رجال الدين عبر النقد وعبر السخرية منهم نعم هذا يطرح سؤال عن موقع الفن في سياق العصور القديمة دكتور لبوس أين هو موقعه لا يخرج موقع الفن والدين عن الموقع الذي تحدثنا آنفا عنه يعني الفنون والأداب نشأت في حضن الدين الدين استوعبها وصخرها لخدمته لكن استطاع الفن فيما بعد أن يتفلت من هذه السيطرة وأن يستقل هنا بهذا بهذا السياق كيف يمكن أن تصف الفن الكنعاني في سياق تعبيره عن المجتمع الكنعاني هل هناك بهذا الفن قراءات كيف كان المجتمع الكنعاني من خلال الفن دكتور لبوس تحدثنا قليلا عن رمزية إيل نعم رمزية البعل ورمزية كل من الماء والمطر لم نتحدث وهذا أمر شديد الأهمية لم نتحدث عن الثالوث أو التفليف نعم الموجود في الديانة الكنعانية وهذا أيضا مهم تفضل لأنه الفن جسد جسد المثلث الإلهي الإيل بعل وعشتروت إذن الفن ونحتا وأدبا عبر عن هذا المثلث الإلهي ما يعني أن المجتمع الكنعاني عرف ثلاثة أنماط من العبادات بدأ بالتعددية ذكرنا أنه ملحمة البعل وعنات تشير إلى وجود سبعين إلها وإلهة فإذن المجتمع الكنعاني عرف تعددية ثم مر بما يسمى التثليف مرحلة التثليف إذ كان لكل مدينة في نيقية كنعانية ثلاثة آلهة أساسية وصولا إلى الوحدانية مع إيل وبعل وهذا التثليف يعني موجود في أكثر من مظهر يعني يمكن أن المحه ضمن القناطر المثلثة التي ما زالت موجودة اليوم في بعض قصورنا ومنازلنا وأديرتنا حتى أفقى تلاحظ في نبع أفقى هناك ثلاثة هناك ثلاثة قناطر تجري منها المياه إضافة إلى الأبجدية الأبجدية الفينقية التي تألفت من 22 حرفا أبجد هوز حطي كلمان صعفص قرشة فخذ ضذغ 22 حرف زاد عليها العرب ستة أحرف هذه الأحرف ثلاثية ليس عبثاً أن يرتبط الحرف الفنيقي بالثلوث يعني خذ أي حرف هو لن يتجاوز الأحرف الثلاثة ألف باء شين كاف حتى الحركات التي يعني أضيفت لاحقاً هي أيضاً ثلاث حركات ضمي فتحة كسرة حتى الكلمة تتألف من فعل اسم حرف فزان تكاد تكون اللغة الأبجدية الفينقية ثالوثية نعم دكتور لبوس هل هل كان هذا الفن أو هذا الأدب وسيلة للترويج للدين أو ربما السلطات الدينية والسلطات السياسية توسلت أن يكون هذا الفن مطية لها نعم هذا الأمر أيضاً يعني يتحدث عنه المؤرخون ولا يقتصر فقط على الكنعانيين نعم هو ينسحب على سائر الشعوب القديمة بل ينسحب أيضاً على الأديان التوحيدية نعم فعلى سبيل المثال نعم عرفت الكنيسة حرب الأيقونات ودامت هذه الحرب مية وستعشر سنة بين السبعمية وثمينمية ولكن فيما بعد طوعت الأيقونات سخرتها لعامة الناس يعني كانت تعتبر أن الأيقونة أو التمثال إنجيل من حجر أو إنجيل من لون يستطيع أن يساعد الأمي على التمسك بإيمانه حتى الكواكبي عبد الرحمن الكواكبي في كتابه المهم جداً طبائع الاستبداد يتحدث أيضاً كيف أن أئمة الدين سخروا الزخرف الزخرف والعظة لجذب لجذب المؤمنين وخصوصاً في في عصر الدول المتتابعة فإذا نعم يمكن أن يشكل الفن وسيلة جذب لعامة الناس وللمؤمنين نعم وموضوع الأيقونات لا يوجد أيقونات خارج الإطار الكنسي حتى وقت متأخر أليس كثير مثلاً لنأخذ المدرسة المقدسية أو الأيقونات في أوروبا هل كان رجال الدين يتوسلون الأيقونا أيضاً لجذب المؤمنين يعني من دون شك للأيقونا تقوص والأيقونا لا ترسم بل تكتب نعم وقبل أن ينكب الكاتب الأيقونة على أيقونته لا بد من تقوص معينة صلوات أو أدعية إلى ما هناك لكن ما يمكن قوله أنه فن الأيقونات أيضاً هو فن رائع لكن مر بانحطاط إذ باتت الأيقونات تتشابه ويقلد بعضها بعضاً وهذا أيضاً حدث في الفن الإسلامي في الخط نلاحظ أنه نعم وفي الزخرف وفي الزخرف يعني يصل أحياناً الفن الديني إلى ذروة لكن يرسف فيما بعد بالقيود ولا يستطيع أن يبتكر خارجها من هنا من هنا دفاع الفنان في سبيل الخروج عن هذه الأطر في سبيل الإبداع والحرية ما يلفت بما كتبت به علاقة الفن الكنعاني بالتجارة وهذا خارج السياق الديني بالكامل شو علاقته بالتجارة هذا الفن؟ نعم إذا أردنا الحديث عن التجارة يجب أن نتحدث عن البحر فأرض كنعان وإذا أردنا أن نرسم الحدود بلغة اليوم أرض كنعان امتدت من شواطئ سوريا غربا شمالا سوريا الغربية شمالا مرورا بشواطئ لبنان حتى فلسطين حتى غزة يعني من الإسكندرون إلى غزة نعم فإذا أرض كنعان منفتحة على البحر والبحر دفع بهم إلى التجارة والتجارة بحرا تحتاج إلى صناعة الصفن وصناعة الصفن من الخشب من خشب الأرز فإذا خشب الأرز إضافة إلى البحر فتح الآفاق البحرية للفنقيين وبالتالي فنهم جمعوا ما بين ما يسمى الفن الصناعي والفن الجميل يعني هو فن يستعمل في الحياة اليومية لكنه ممتع ومبهر للنظر طبعا لم يتاجروا فقط بالأرجوان تاجروا بالأقراط أقراط الزينة بالأقمشة بالأواني بالصحون بالخزف إلى ما هناك نعم وجمع فنهم بين الفائدة والمطه بقي لدي سؤالين في أقل من خمس دقائق ولكنهم سؤالين يعني هما زبدة حديث حديثنا التأثير الكنعاني في اليهودية والمسيحية أولا التأثير الكنعاني في اليهودية وثم المسيحية نعم في اليهودية يمكن أن نذكر لاحقة إيل لاحقة إيل سوفيكس هذا الجزء من كلمة إيل الذي دخل في عشرات الأسماء المقدسة الموجودة في الكتاب المقدس وديانة البعليم يعني ديانة البعليم موجودة لدى سليمان وداود صح حتى سليمان يقال كان يعبد عشتاروت نعم والبعليم هي جمع بعل يعني يمكن أن نجمعها بالعربية بعول كذلك في اليهودية نلاحظ أن اليهود عبدوا عبدوا بعل وإيل بدل أن يعبدوا يهوى وهذا ما أثار سخط الأنبياء مثلا إليا النبي إليا النبي وهو آتم من إيل إليا نعم تماما بالإضافة إلى التضحية بالأطفال بالأولاد يعني نلاحظ أنه ملكارت على سبيل المثال كان يقدمون إليه ذبائح بشرية ونتذكر هنا قصة إبراهيم نعم وإسحاق نعم أو إبراهيم وإسماعيل فإذا التضحية بفلذات الأكباد أيضا كانت موجودة في المسيحية في المسيحية يمكن أن أتوقف هنا عند ثلاث مقارنات كما ذكرنا الإله الواحد ثم الثلوث لكن الأمر الذي لم نذكره هو القيامة يعني كما أدونيس الذي يموت وينزل إلى العالم السفلي نعم ومع الربيع ثم يعاود الحياة مجددا قيامة المسيح وهذا أمر يعني يتحدث عنه المؤرخون بوفرة نعم والتأثير الكنعاني في اليونانية التأثير الكنعاني في اليونانية بادئ ذي بدء يتجلى في إعجاب إعجاب اليونان بالفينيقيين يعني هوميروس يتحدث في الإلياثة عن فنيقيا وعن صيدة ويمدح مهارتهم في الصناعة هيرودوت في الكتاب الأول وفي الكتاب الخامس يتحدث عن مهارة الفينيقيين في السفر في التجارة ويتحدث عن قدموس وعن الأبجدية ويعترف ب أن اليونان مدينون للكنعانيين الفينيقيين بالحروف الأبجدية لكن المهم أيضا هو أنه شجرة الآلهة يعني الميثولوجيا اليونانية الميثولوجيا اليونانية نسخت شجرة الآلهة الكنعانية كيف؟ يعني مثلا يمكن أن نقارن إيل الكنعاني هو لا هو كرونوس كرونوس اليوناني يوناني البعل هو زيوس أدونيس هو ديونيزوس عشتروت هي أفروديت عنات أو عشيرة ربة الزواج وربة المرأة هي هيرة ولكن البعل ليس له مقام عندهم لليونان بلى هو زيوس زيوس هو زيوس سيد الآلهة وسيد البشر نعم فإذا نعم اليونان مدينون ل الكنعانيين تقريبا بكل حضارتهم ونحن مدينون لك بالشكر من لم يطلع ويستفد من الإرس القديم والثري لهذه المنطقة يفوته الكثير من معرفة نفسه ومجتمعه وحضارته شرط أن لا يأخذه القديم بل أن يستهدي به للآتي شكري للدكتور جزيف لبوس على حضوره وإضاءاته في أجراص المشرق لزملائي في البرنامج والميادين على جهدهم أيامكم معرفة ومطر وورد منذ فجر كنعان سلام عليكم وسلام لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة